خطوة جديدة على طريق الحرية الكاملة والتخلص من قيود كورونا الثقيلة والقاسية على خطاعي السفر والطيران فقد بدأ في إنجلترا التخلص من إجراء فحوص كورونا لدى الوصول إلى المملكة لمن تلقوا كامل تطعيماتهم قرار جاء نتيجة نجاح برنامج التطعيم الذي شكل حماية من فيروس كورونا القرار الذي نطبقه يهدف لإعادة فتح البلاد وتحريك الاقتصاد من جديد وانتشال قطاع الطيران من أزمته وتسهيل السفر والعودة إلى ما كان عليه الوضع قبل الوباء وإعادة التواصل مع جميع دول العالم القرار رحب به إذن قطاع الطيران الذي طلق ضربات موجعة أدت إلى تسريح آلاف العاملين خلال سنتين شهدتا إغلاقات متكررة القرار سيعيد وفق المعنيين آلاف الوظائف وسيؤدي إلى عودة شبه طبيعية لعمل قطاع السياحة والطيران نتوقع انتعاشة كبيرة هنا في المطار وسنعيد تشغيل المطار بنسبة 90% مقارنة بعام 2019 قبل الوباء لذلك نتوقع ضغط حجوزات هائلا في الصيف وقد باتت هناك خيارات كبيرة للمسافرين لاختيار شركات الطيران المناسبة لخططهم نحن الآن منشغلون بتوظيف نحو خمسة آلاف شخص في مختلف القطاعات للعمل في المطار ومن المنتظر أن تلغي الحكومة البريطانية جميع القوانين والقيود المرتبطة بمواجهة فيروس كورونا بحلول نهاية الشهر الجاري لا شك أن خطوة التخلص من فحوص كورونا أعادت الأمل بعودة آلاف الوظائف التي فتكت بها إجراءات الفيروس بالإضافة إلى عودة حرية اختيار وجهات السفر والعودة إلى إنجلترا بدون شروط باستثناء شرط التطايم الكامل جياب أبو صفية سكاينيوز عربية لندن